الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن الصدق محمود على كل حال وإن الكذب مزموم على كل حال وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والإيمان والكذب لا جتمعان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا قال صلى الله عليه وسلم لا حتى أن بعض العلماء عرف الإيمان بالصدق فقال الإيمان أي الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك لأن إيمانك العميق بالله عز وجل يجعلك تثق في أن ما كان لك فسوف يأتيك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن الصدق من جاه يقول الحق سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَيَقُلُوا سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة والصدق كما يكون في الأقوال يجب أن يكون في الأفعال أيضا يقول الحق سبحانه وتعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال نوع من أنواع الصدق وآت المال على حبه زو القربة واليتام والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ويقول سبحانه طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ويقول سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وجاء أحد الأعراب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وهاجع معه وفي يوم من الأيام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مال فدفع إليه جزءا من مال الغنائم فأخذ الرجل المال الذي قسمه له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد الرجل مستقلا لنصيبه من المال إنما جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك ما على هذا عهدتك ما على هذا هاجرت معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني وعلى ما عهدتني وعلى ما هاجرت معي قال يا رسول الله على أن أجاهد معك في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا ها هنا وأشار الرجل إلى منطقة في لبابه فأستشهد في سبيل الله فأدخل الجنة وما هي إلا أيام يسعة حتى كان يوم من أيام ملاقات نبينا صلى الله عليه وسلم لأعدائه خاش الرجل يبتغي وجه الله عز وجل كما عاهد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد المعركة أتي بالرجل شهيدا فنظى إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه أهو هو هذا هو الأعرابي الذي قال منذ أيام الذي قال بايعتك على أن أجاهد معك فأستشهد في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا ها هنا فأستشهد في سبيل الله فأدخل الجنة قالوا هو هو يا رسول الله وسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أهو هو تأكيد على أن الرجل لم يكن من مشايير الصحابة ولا من القائبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو هو هذا هو رجل قالوا هو هو يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله ثم ماذا كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع جبته الشعيفة فكفنا الرجل فيها ثم سمع من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه اللهم إن عبدك هذا خاج في سبيلك فمات شهيدا أنا على ذلك شهيد صدق الله فصدقه الله نسأل الله أن يعزقنا الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال والصدق في النيات والصدق في الهمة والصدق في خدمة الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته